مع ظهور أولى الإصابات بمتحور أوميكرون تتزايد المخاوف من موجة جديدة للفيروس تضرب الدول المغاربية وفرضت السلطات في المغرب والجزائر وتونس إجراءات عدة لتجنب انتشار هذا المتحور حيث تخشى السلطات الصحية في هذه البلدان من انتشار المتحور الجديد وفشل جهودها في محاربة الفيروس ما قد يتسبب في مزيد من الإغلاق خطوات احترازية اتخذتها الدول المغاربية لتجنب انتشار متحور أوميكرون في ظل الانتشار الواسع لهذا المتحور في العالم وتسجيل أولى الحالات في عدد من دول المنطقة ففي المغرب ما زال العمل بتمديد قرار تعليق رحالة الركاب الجوية والبحرية من وإلى المملكة ساريا إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الجاري بهدف التصدي للمتحور وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية إلا أن خبراء الصحة يشددون على ضرورة التلقيح بأخذ الجرعة المعززة بهدف ضمان مناعة جماعية ومواجهة المتحور الجديد أما في الجزائر فتشير التقارير إلى أن الحكومة تستعد للعمل بإجبارية تقديم الجواز الصحي للدخول إلى الجزائر والخروج منها وكذولوج الأماكن العمومية لحضور النشطات والتظاهرات خاصة في الأماكن العمومية ومع ظهور أول إصابة بمتحور أوميكرون شددت السلطات الصحية على ضرورة تلقي التلقيح ضد فيروس كورونا بهدف مواجهة انتشار الفيروس والفيروسات المتحورة عنه خاصة في ظل ظهور متحور أوميكرون الذي انتشر مؤخرا بعدد من الدول الإفريقية ورهنت الحكومة الجزائرية على تلقيح 70% من سكان البلاد لتحقيق المناعة الجماعية غير أن الإقبال على التطعيم عرف تراجعا كبيرا في الأشهر القليلة الماضية ومن جانبها تخشى السلطات التونسية من موجة جديدة من فيروس كورونا وأيضا من انتشار متحور أوميكرون خاصة بعد أن سجلت البلاد أول إصابة به لمسافر من إفريقيا جنوب الصحراء وبالرغم من تقدم تونس في حملة التطعيم ضد كورونا التي تجاوزت 54% من السكان إلا أن السلطات أوصت بأهمية إتمام الجرعة المعززة من اللقاح خاصة أن عدد المقبلين على التلقيح ارتفع بعد فرض جواز التلقيح الذي فرضته السلطات من أجل ممارسة الأعمال ودخول المؤسسات العامة والخاصة ودعا عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في تونس محجوب العوني إلى ضرورة انخراط كل المؤسسة العمومية والخاصة في فرض الاستظهار بجواز التلقيح مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل قطاع لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من تونس الدكتور زكريا بقرة طبيب تخدير وإنعاش ومتابع للفيروس من بداية انتشاره دكتور مساء الخير أهلا بك بداية عندما دخل هذا المتحور كان الجميع قبله يتحدث عن تجديد الخناق وتجديد الإجراءات لكن رغم ذلك وصل الفيروس ودخل إلى الدول المغاربية سواء تونس الجزائر أو حتى المغرب الآن ما هو المطلوب لضبطه وعدم السمح له بالانتشار أكثر هو معناها قاعدين نشوفه كيف يحدث في أوروبا أوروبا بالرغم من أنهم متقدمين في حملية التلقيح أوروبا اليوم نشوفه مثلاً دولة كما بريطانيا ولا دولة كما هولندا اليوم قاعدين يدخلوا في حجر صحي شامل الحل معناها سوء الحظ مع الفيروس هذي الفيروس هذي ديما سبقنا ديما عنده مدة زمنية وين يسبق فيها معناها الإجراءات متاعنا ذاك الويش الحل باش ننوقف الانتشار متاع الوباء كان نحب نوقف الانتشار متاع الوباء ما فهم حتى حل آخر غير الإجراء العام اللي هو الحجر الصحي الشامل هذا هو الحل كنا نحب نوقف الوباء ولكن هناك توجه من كل ربما سلطات الصحية في جميع البلدان المغربية على الأقل عندما نذكر ذلك تونس الجزائر والمغرب هناك توجه لعدم العودة إلى الإغلاق في مقابل تجديد الإجراءات والعودة إلى بعض البروتوكولات السابقة هل تعتقد أن ذلك سيجنب الانتشار الكبير للفيروس بالطبع البروتوكولات شربناهم العام الفارط وشفنا أن البروتوكولات هذية كانت غير كافية لتجنب الموجات السابقة وموجات ممكن أسهل حتى من الموجة أوميكرون المتحور هذية سريع الانتشار على الأخر خمسة مرات أسرع من المتحور دلتا كان لنقعد مواصلين في نفس السياسة ومتع التعايش ومتع الوهم أنه النجم ونمنعه من غير الحجر الصحي الشامل الواقعة بش يعطينا كاف وبش يقولنا ليه رهوة مانيش بش النجم وننشحوا هكيكا هذيك الوهش هو هكا والهكا رانا بش نوصلوا له الحجر الصحي الشامل والإغلاق هذيك الغريق التام معنى همتع البريد هذيك الوهش مازم نأخذوه من طوى قبل ما الفاتورة تكبر وقبل ما العبيد تموت دكتور رغم كل ما شهدناه في العالم ورغم كل مخاوف ورغم كل المآسي وأعداد الضحايا إلا أن هناك اليوم في منطقة المغاربية من يرفض تلقي اللقاح المتوفر بكميات تسمح للجميع بأخذها كيف تفسر هذا السلوء ولماذا إلى حد الساعة لم يقتنع هؤلاء بضرورة تلقي اللقاح فما برشة حاجات يفسروا هذي عدم الإقبيل لمتع العبيد فما قلة ثيقة من المجتمع ومن العبيد للسلطات الرسمية قلة ثيقة زادة حاجة جديدة هذي عام سنة شاهدناها قلة ثيقة في المؤسسة الصحية وهذا ممكن يصير على خاطر المؤسسات هذوما والدول مكانوش صريحين مع شعبهم كذبوا عليه قالوا له أنه ما هوش بش يزير فيه وبعد شفوا أنه صار فيه كذبوا عليه قالوا له أنه بالتطعيم أكهو بش يتنحى الوابئ وبعد شفوا أنه ما تنحى الوابئ ذلك اللوش ولا فما الخوف هذيك ولا فما قلة الثيقة هذيك لخل اللقاح تبعد على التطعيم هو زادة رهو لازم نقوله أنه التطعيم رهو حل للعبيد هذوما هو حل فردي كما الكمامة هو حل بش يعاونك كبشر أنك تمنع من الوابئ ولكن زادة ولكن عودة المتحورات ألا ترى دكتور أنها يعني تدعم موقف هؤلاء يقولون انظروا هناك الكثير ملايين تلقوا التلقيح وعاد أوميكرون وسنذهب إلى الإغلاق ربما بطبيعة بطبيعة على خاطر نحن ركبنا على التلقيح مسؤولية أكثر من اللي ينجموا يعملوهم التلقيح التلقيح كما نقول لك هو كيمة الكمامة هو حل فردي ليس حل مجتمعي معناها الدول التي تقول أنه الحل هو في التلقيح أكهو هو الحل الوحيد هذه كذبة ومن بعد كي نشلقوا أنها كذبة يوليوا العبيد شنو يوليوا يقولوا لك يقول لك التلقيح ما عادش يصلح على شيء وإذا غلطة على خاطر التلقيح لماذا؟ أثبت أنه يمنع في العبيد وقعادين نشوفه معنا كل نهار فما ملايين البشر قاعدين يمنعون ممكن رحوا عدد الوفيات في أوروبا كما لم يجيش فيما التطعيم رحوا ممكن خمسة مرات أكثر ولكن ما هوش الحل اللي يوقف الوباء الحل اللي يوقف الوباء هو الحل اللي استعملتو الصين هو الحل اللي استعملتو نيوزيلندا هو سياسة الصفر كوفيد هو أنك توصل الآخر حالة في البلاد تبريها وبعد تعود تحل البلاد مع حجر صحي إجباري للحدود هذا هو ثمن العيش في عالم موهو مدامنا مفهمناش الحكاية هذه مدام الوباء مش يتواصل ومدام المتحورين هذو ما مازال خطر مازالوا فما متحورين بعد الأوميكرو وممكن الأوميكرو هذا فما حاجة ما حكيناش عليها برشان هو أنه بخلف سرعة الانتشارة عنده قدرة كبيرة على التحول هو بيدو معناها بشيخرجونا متحولين أخرين من أوميكرو كين بش نواصلوا في سيست عايش هذا هو اللي يستنى فينا شكرا جزيلا لك دكتور زكريا بقرة الطبيب في التخدير وإنعاش وأيضا متابع للفيروس كنت معنا من تونس شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات